أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين والمتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاتنا الأول مرة وبنقول الجميع أسعد الله منامكم النهاردة هتكلم معاكم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى في المنام وهي رؤية جراب الموبايل وفيه ناس كتير قوي في الواقع بتحب تحافظ على الموبايل بتاحها وتصونه بجراب الموبايل وكمان ناس كتير قوي بتشتري جراب الموبايل علشان محدش يشوف اللي على شاشة الموبايل وتحمي نفسها من الناس والفضلية وناس كتير برضو قوي بيبقى موبايلها على قد الحال فبتحطوا في جراب كويس علشان تعلي من شأن موبايلها وحيث ان الموبايل بقى هو كل حياتنا في الواقع فكده يبقى جراب الموبايل بيدل على شكل حياتنا في الواقع ورؤيته في المنام اكيد هيبقى ليها تفسير وهيكون مبني على وظيفة ومهمة الجراب في الواقع والله سبحانه وتعالى قدرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب نبدأ ونشوف مع بعض اول رؤية في المنام وهي ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان هو اشترى جراب للموبايل بتاعه وان الجراب ده كان غالي وقيم وكان الجراب اكبر من الموبايل بتاع الرأي في الواقع لكن اشتراه ولما اشتراه لقى الموبايل بتاعه اتغير وبقى على قد حجم الجراب ونوعه كمان اصبح قيم فهنا الرؤية دي دلالة للرأي على تغير كبير في حياته الواقعية واحواله للافضل والاحسن نتيجة الرزق حياتيه في صورة اموال كتير اكتر من اللي كان معاه في الواقع وهيتغير مستوى عشته للافضل وكمان هيبقى معاه اموال زيادة يدخلها للمستعبل ونقول كمان اللي يشوف رؤيا في المنام انه هو بيشيل جراب الموبايل الخاص به القديم وبيحط الموبايل في جراب جديد فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه برضو على تغير في حياته للافضل والاحسن والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وكمان انه اي حد عنده في الواقع هموم ومشاكل وشاف رؤيا في المنام انه هو بيرمي جراب الموبايل الخاص به القديم وبيحط جراب جديد للموبايل بتاعه فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على زوال هموم ومشاكله في الواقع وبداية حياه جديدة من غير اي هموم هتقابله طيب وهنقول ان الانسان المديون في الواقع وان شاف رؤيا في المنام ان موبايله من غير جراب وانه جايب الموبايل بالقست ودفع اخر قست في الموبايل واشترى بعد كده جراب للموبايل فهنا الرؤية دي هتكون دلالة للرأي على انه ان شاء الله سبحانه وتعالى في القريب هيسد ديونه ويبدأ يعيش حياه جديدة من غير ديون وهتكون افضل من الحياة السابقة وانه هيقدر يحافظ على سير حياته وحمايتها من اي طارق يقابله في الواقع والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وكمان اي حد شاف رؤيا في المنام انه هو ماسك موبايله بيتصفحه كان الموبايل داخل جراب الخاص به وما فيش اي حاجة بينه من الموبايل والجراب مغطي شاشة الموبايل فالرؤية هنا دلالة للرأي انه انسان كتوم ولا يبوح باسرار حياته لاي حد طيب هنقول كمان ان اي حد يشوف رؤيا في المنام انه موبايله ويع منه على الارض ولكن ما حصلش ليه اي حاجة يعني لن قصر ولا انخدش وكان الموبايل فيه اجراب الخاص به داخل الرؤية فهنا الرؤية هتكون دلالة للرأي ان في مشكلة هو عايش فيها فعلا في الوقت الحالي ولكن ان شاء الله سبحانه وتعالى هيخرج منها من غير اي ضرر وانا ربنا سبحانه وتعالى هينجيه من المشكلة دي وان الله حافظ الرأي وصينه والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب نقول ان اي حد يشوف رؤيا في المنام ان هو رايح يشتري جراب للموبايل الخاص به وشاف المرقة الخاصة بالجراب كان اسم بنك او رموز الحرفية بتاعت اي بنك فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي ان فيه اموال كتير جدا في الطريق اليه هيعيش منها كويس جدا جدا وهيتغير حاله الافضل جدا وكمان ان الرأي هيدخر منها في البنوك علشان يحافظ على الاموال دي زي مجراب الموبايل بيحافظ على الموبايل في الواقع طيب وكمان نقول ان الراجل المتزوج اللي في الواقع بيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الرزق بالابناء وشاف رؤية في المنام ان زوجته مخبية جراب موبايل منه وراه ظهرها وراحت مرة واحدة ووريته له وكانت سعيدة وهو كمان كان فرحان وسعيد داخل الرؤية فهنا الرؤية هتكون دلالة للرأي وكمان بشارة ليه بقرب حمل زوجته ورزقه بالاطفال والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول كمان برضو ان المرأة المتزوجة اللي برضو نفسها في الحمل والانجاب في الواقع وان شافت رؤية في المنام ان هي بتشتري جراب من موبايل الخاص بيها رغم ان موبايلها ليه جراب وكان الجراب اللي هي بتشتريه اصغر من مقاس موبايلها واخدته فضلت شايلة جراب في ايدها من غير موبايل داخل الرؤية طبعا فهنا الرؤية هتكون دلالة لها على قرب حملها ان شاء الله سبحانه وتعالى طيب وكمان هنقول ان المرأة المتزوجة اللي نفسها برضو في الحمل والانجاب وشافت رؤية في المنام انها بتقول انها كلها تسع شهور وتجيب جراب للموبايل الجديد فالرؤية هنا برضو دلالة لها ان ان شاء الله سبحانه وتعالى اقترب معاد حملها وانقول برضو كمان المرأة المتزوجة وان شافت رؤية في المنام ان هي بتشتري جراب موبايل للموبايل زوجها فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على ان هي بتحافظ على حياتها مع زوجها وبتحافظ على زوجها واولادها وكمان بتحافظ على اموال زوجها وانها لا تبوح باسرار زوجها لاي حد مهما كان والله سبحانه وتعالى اضره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب ونقول ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان الجراب الخاص بالموبايل بتاعه مكتوب عليه ايات من القرآن الكريم ايا كانت ايه هي الايات القرآنية المكتوبة والرأي مثلا ما افتكرهاش داخل الرؤية لما اقام من النوم وكانت مكتوبة على الجراب ده فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي انه بأمر الله سبحانه وتعالى معصوم ومحصن من الفتن ومحصن من وسوسة الشيطان ليه في الواقع اما بقى ان الرأي شاف نفس الرؤية دي هو ان الجراب الخاص من الموبايل بتاعه مكتوب عليه ايات قرآنية ولكن كان عارف ايه هي الايات المكتوبة دي داخل الرؤية وكان مثلا مكتوب على جراب الموبايل كل هو الله احد او مكتوب كل اعوض برب الفلق او كان مكتوب عليه كل اعوض برب الناس فهنا الرؤية هتكون دلالة للرأي انه في الواقع محصن من عند الله سبحانه وتعالى ضد حبد الناس وحسدهم وكمان انه هو محصن من اي سحر بيتعمل ليه في الواقع ومحصن من شر شياطين الجن ومن شر شياطين الانس والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم وفي الواقع اغلب جرابات الموبايل بتبقى مصنوعة من الجلد وكمان بيبقى اغلبها باللون الاسود وبالتالي ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان جراب الموبايل الخاص به اصبح مصنوع من الجلد وكمان كان لون الجراب اسود فهنا الرؤية هتكون دلالة للرأي على انه سينعم في الفترة المقبلة بحياة جميلة ومسطور فيها من كل حاجة وان حياته هتكون امنة ومستقرة وكمان دلالة للرأي على علو شأنه في محيط عمله او اسرته او جيرانه اما بقى ان الانسان المريض في الواقع وان شاف رؤية في المنام انه كان جراب الموبايل الخاص به كان لونه اصفر وكان قديم وفي حالة رديئة جدا وان في حد اهداه جراب جديد وسليم وجميل وقيم داخل الرؤية فهنا الرؤية هتكون دلالة للشخص المريض انه هي على قرب شفاءه وتحسن حالته الصحية عن قبل ذلك والله سبحانه وتعالى قدره وعلم واسعد الله دائما منامكم طيب ونبدأ نشوف رؤية الفتاة العزباء في المنام لجراب الموبايل وهي ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان هي مع والدها علشان بيشتري جراب للموبايل بتاعها الخاص بيها وان والدها سبها هي اللي تختار جراب الموبايل اللي هي عايزاه واختارت جراب الموبايلها وكان هي حبت جراب ده ومرتاحة ليه وكان لونه احمر فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على زواجها من الشخص اللي هي بتحبه بالفعل في الواقع بس اهم حاجة في الرؤية دي ان يكون موبايلها ملهوش اصلا في الرؤية جراب قبل ما تشتري الجراب اللي هي بتحبه لان تفسير الرؤية هيختلف كده معناه طيب وهنقول برضو كمان ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام انها جالها جراب الموبايل الخاص بيها وكان نفس نوع الجراب اللي عندها بالزبط بس كان لونه مختلف فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب زواجها ولكن العريس هيكون من محيط الاسرة يعني من اقاربها طيب وهنشوف الشاب الاعزب اللي مقدم على الزواج من فتاة وصلى صلاة استخارة قبل التقدم لها وشاف رؤية في المنام ان هو بيشتري جراب لموبايله وكان الموبايل بحالة جيدة وجميل ومصنوع من الجلد وكان كمان الجراب ثمن غالي ومن مرقة مشهورة فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه انه يقدم على الزواج من هذه الفتاة وانها فتاة تتمتع بالخلق وتتمتع بالدين وتتمتع بالجمال وكمان بتتمتع بالحسب والنسب وانها هتكون زوجة مصون تحافظ عليه وعلى امواله وابنائهم والله سبحانه وتعالى قدرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وهنشوف بقى ان المرأة الحامل وان شافت رؤية في المنام ان هي بتضع موبايلها الخاص بيها في الجراب الخاص بيه بكل سهولة ويسر داخل الرؤية فهنا الرؤية دي هتكون دلالة ليها على انها ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون الولادة هتمر عليها بسهولة ويسر طيب ان المرأة الحامل برضو ان شافت رؤية في المنام ان هي بتشتري جرابين والجرابين كانوا شكل بعض بالحتة الموبايلها الخاص بيها وهي عندها موبايل واحد بس فقط داخل الرؤية فهنا الرؤية هتكون دلالة ليها على ان ان شاء الله سبحانه وتعالى هيكون المولود ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى اما بقى ان المرأة الحامل شافت ان هي بتشتري جراب الموبايل الخاص بيها وكان الجراب ده مصنوع من الزجاج او الكريستال فالرؤية دي هتكون دلالة ليها على ان المولود هيكون انثى كما قدر الله سبحانه وتعالى بس هم حاجة يكون الزجاج او الكريستال سليم وما فهوش كسر او شرخ والله سبحانه وتعالى عدره واعلم واسعب الله دائما منامكم طيب ونبدأ ونشوف مع بعض المرأة المطلقة وإن شافت رؤية في المنام فيها جراب الموبايل ونقول إن المرأة المطلقة إن شافت رؤية في المنام إن هي مع طلقها وإن طلقها داخل الرؤية كان معاه موبايل الرائية بس كان داخل جراب جديد وكان الجراب جميل وهي كمان أعجبت بالجراب ده فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على إن شاء الله سبحانه وتعالى هترجع تاني لطلقها وهتعيش معاه حياة افضل من الحياة السابقة قبل الطلاق اما بقى ان المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان هي مع طلقها وكان معاه الموبايل الخاص بيها هي ولكن كان داخل جراب الخاص بيه هو وان هي قالت له هات موبايلي واخد جرابك وفعلا حصل كده تبقى الرؤية دي دلالة لها على عدم رجاحها اليه مرة تانية لان هو ما تغيرش زي ما هو والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعب الله دائما منامكم وتمام كده اشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته